اجتماع جديد لقادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إكواس أعاد تأكيد جاهزية أعضائها للتدخل عسكريا في النيجر إذا ما فشلت جميع الحلول الدبلوماسية مفوض الأمن والسلام شدد على أن النظام الدستوري في النيجر سيعود ولو اضطر الأمر إلى استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق ذلك معتبرا أن المجلس العسكري في النيجر يتظاهر باستعداده للمحادثات فيما يسعى حقيقة للبحث عن أسباب تبرر الانقلاب الذي نفذه كما تعلمون فهم يتظاهرون بأنهم مستعدون للمحادثات لكنهم يبحثون عن أسباب تبرر انقلابهم غير المبرر لا ينبغي لأحد يشك في أنه إذا ما فشلت الحلول الأخرى فإن قوات دول غرب إفريقيا على استعداد للاستجابة لنداء الواجب تدخل عسكري محتمل في النيجر لدول مجموعة إكوس زاد الحديث عنه مؤخرة ووصف بأنه خيار محفوف بالمخاطر قد يؤدي لزيادة زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الفقيرة إلا أنه يبدو خيارا غير مستبعد فقادة الانقلاب يقاطعون الحوارات الدبلوماسية ورفضوا مرارا دعوات القوى الغربية والحكومات الإفريقية الديمقراطية من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم المحتجز لديهم منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي والذي ينتظر محاكمته بتهمة الخيانة العظمة انقلاب النيجر وما أعقبه أدى إلى انخراط قوى دولية ذات مصالح استراتيجية في المنطقة وما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية حول وصول سفيرة بلادها الجديدة لدى النيجر كاثلين في تيسجيبون إلى العاصمة نيامي خير دليل على ذلك لتبقى الخيارات كافة في النيجر مفتوحة على مصراعيها أمام جميع الأطراف عبدالله الخطيب تيرتي عربي